السلام عليكم متابعي كورا بلس طبعاً بالتأكيد تابعتم خبر رحيل يحيى الدرع النجمي فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك لنادي فيسبرم الماجري طبعاً الخبر أصار مخاوف كتيرة جداً من جانب جماهير نادي الزمالك لأن يحيى الدرع بيمثل قوة كبيرة جداً في فريق كرة اليد بنادي الزمالك ولي طبعاً كان قاد فريقه في الفترة الأخيرة للتتويج بكاس السوبر الأفريقي على حساب النادي الأهلي وحتى هو مع المنتخب كمان بيقدم أداء مميز جداً طيب شكل الزمالك هيبقى عامل إزاي في عدم موجود يحيى الدرع هل هيبقى فيه هل مخاوف جماهير الزمالك فعلاً على حق ولا الفريق هيكون متماسك دي قائمة الزمالك عندنا يمكن في مركز حراسة المرمى فيه كاتونجا وفلفل وهشام السوكي حسب مصدر في نادي الزمالك لكورا بلس أكد أن اللعيبة يعني معظم اللعيبة في القائمة مستمرين حتى عقدهم حتى عشرين تلاتة وعشرين يعني مش هيبقى فيه قوي يعني أزمة من حيث رحيل يحيى الدرع يعني في مركز حراسة المرمى عندنا كاتونجا وفلفل وهشام السوكي كاتونجا طبعاً بيمثل قوة كبيرة جداً في مركز حراسة المرمى في نادي الزمالك كاتونجا هو الحارس الرئيسي طبعاً في منتخب مصر واللي بيقدي طبعاً أداء مميز في بطولة العالم وفي أولمبياد توكيو كاتونجا جي طبعاً من دوري المقدوني الصف الماضي منضمن نادي الزمالك فلفل وهشام السوكي طبعاً زي ما قلنا كده نوم مستمرين حتى عشرين تلاتة وعشرين في مركز بقى الجناح عندنا أكرم يسري وحزم ممدوح أكرم يسري هو الجناح الرئيسي طبعاً لمنتخب مصر الكورتليات ويمكن ما فيش قوي أزمة في المركز ذات برضو عودهم بحسب مظهر في هذه الزمالك إنها مستمرة حتى عشرين تلاتة وعشرين مركز الدايرة بقى عندنا وسام نوار وخالد وليد وهتلر برضو زي ما قلنا إن عودهم برضو مستمرة ما فيهاش أزمة يعني بقين حتى الموسم المقبل الزمالك مؤخراً صاعد لعب اسم محمد طارق ده لعب ناشئ موليد الفين وواحد واللعب بيؤدي أداء مميز جداً في مركز الدايرة مع نادي الزمالك هو شارك في أكثر مباراة يعني أوليفر روي المدير الفني نادي الزمالك صاعده وبيؤدي أداء مميز جداً في المركز ده طيب عندنا في ناحية الشمال بقى عمر بكار ودودو ومازن رضا عمر بكار ودودو مازن رضا برضو يعني نجم برضو الناحية دي ما فيهاش أزمة قوي يعني من يعني إن هو الزمالك مش هيحتاج قوي دعم لناحية دي ناحية الظهير بقى الأيمن أحمد الأحمر طبعاً نجم أحمد الأحمر اللي جدد بعد أولمبياد توكيو لنادي الزمالك لمدة موسمين ويمكن يعني هو الرجل جدد من غير لتحديد مدة ولا تحديد قيمة مالية وطبعاً يعني هو مستمر مع نادي الزمالك وزي ما قلنا برضو مصطفى بشير وإحمد حسان برضو مستمرين عقده مستمر حتى 2023 زي ما قلنا مركز بقى البعدي اللي فيه مودي ولوكا وسيف الدرع ده اللي هيبقى فيه أزمة شوية لإن سيف الدرع من ناس من اللاعبة اللي عقده متنتهي بنهاية الموسم ده يعني سيف الدرع ممكن ما يكونش مع نادي الزمالك ابتداء يعني بين قداء الموسم دوت مش هيكون مع نادي الزمالك لأن عقده هيخلص يمكن برضو المركز البعدي يحيى الدرع طبعاً أعلن انتقاله خلاص لنادي في سبريم وحسن وليد أداح هينتقل للدوري البولندي عام 2023 وعليه شان ناصر طبعاً اللي الزمالك بيعقد عليه أمال كبيرة جداً إنه هو طبعاً هو رجل لسه راجع من الإصابة فلسه مرجعش القوي فورميته لكن برضو الزمالك عقد عليه الأمال إنه هو يرجع في المركز دوت لأن المركز ده هيبقى تحديداً فيه أزمة برحيل يحيى الدرع ورحيل طبعاً حسن وليد أداح الموسم 20-23 للدوري البولندي طيب هل هيكون في صفقات في نادي الزمالك طبعاً كلنا عارفين إن الزمالك دلوقتي يعني يمكن الأزمة المادية أصرت شوية على تدعيم فرق الصلاة في نادي الزمالك يعني مش اليد بس لكن كان فيه كلام الموسم الماضي أو الصف الماضي عن عبدالله إمام لعب نادي التيران موهبة شابة طبعاً كان فيه كلام إنه هو هيكون من الدعائم اللي هكو مبوضة في نادي الزمالك بس محصلش يعني يعني كان فيه اهتمام من نادي الزمالك بس محصلش إنه هو اللعب انضم ولا كان فيه انضمام بشكل رسمي أو مفوضة بشكل رسمية برضو عايزين نتأكد إن الزمالك بيمتلك قاعدة ناشئين كبيرة جداً في قطاع كرة اليد يعني الفترة الجاية زي ما كان كلمنا على محمد طارق اللي تم تصعيده للفريق الأول بالتأكيد هنشوف كتير جداً ناشئين في الفترة الجاية عشان خاطر تدعيم المراكز النقصة ودود بالتأكيد هنشوفه في الفترة الجاية لحد العقود اللي عاديين ما تقلص لأن زي ما قلنا قطاع اليد في الزمالك في الناشئين قوي جداً هو طبعاً المصدر الرئيسي للفريق الأول وبكده نكون تكون انتهت تغطيتنا عن كرة اليد في الزمالك انتظرونا ما تفاولتش لعبة كرة بلس اشتركوا في القناة